موسيقى موسيقى في هذه المناسبة دعني أقول أن الشهادة هي قيمة القيم وأنبل المسل لذلك نرى واجبا علينا ولزاما أن نعطي هذه المناسبة حقها من هنا نرى أو نستذكر كل أولئك الذين قدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل أن يحيى الوطن في سبيل أن تحيى سوريا وتبقى سوريا شامخة صامدة منتصرة على أعداء الأمة والتاريخ هذه الفعالية يقوم بها فرع جامعة دمشق بمناسبة نستذكرها مرة كل عام إلا أننا في فرع جامعة دمشق نقوم بالمزيد من المناسبات أو من الفعاليات دون مناسبة نحن نستذكر شهداءنا صباحا مساء دائما لدينا فعالية بمعدل كل 15 يوما لدينا فعالية مختلفة نستذكر فيها شهداءنا شهداءنا هم عظماءنا الشهداء أكرموا منا جميعا هذا أمر حكمي حتى نلتحق بهم نصبح من المكرمين بالنتيجة النهائية فعالية اليوم بمناسبة عيد الشهداء وهي فعالية شأنها ولأول مرة في جامعة دمشق أن نخرج خارج حدود جامعتنا وأتينا إلى دار الأسد للثقافة والفنون وحصرا قاعة الأبرة التي تتسع إلى 1200 مشارك والمشاركين لدينا أكثر من 1500 نحن هاي أول تكريم بصير لشهداء الجامعة نحن بالعادي منكرم شهداء الجيش وقوات مسلحة لفتي كريمي من فرع الحزب فرع جامعة دمشق كانت لفتي كريمي كتير موضوع تكريم شهداء الجامعة الله يرحمهم جميعا أنا أخو الشهيدة بشرة سويد إحدى الممرضات في جامعات تابعة لجامعة دمشق في المشافج تابعات لجامعة دمشق بهالمناسب هاي بحب أشكر القيادة العامة لحزب البعث العربي اشتراكي بحب أشكر سيد الرئيس للاهتمام الكبير بأسر الشهداء يعني لفتي كريمي منهم أنه يتم الاهتمام بأسر الشهداء الشهيدة عندها طفلين يعني هالاهتمام هذا رح يخليهم يتابعوا الرسالة اللي تابعتها والدتون كون كانت مرضى بمشفى بمنطقة حرستها ورفضت أنه تنتقل أو أنه تترك عملها وتتابع الرسالة التامة لإلهام الحمد لله رب العالمين كان ابني طالب يقليد الحقوق عبغضهم جيش وعب أقدم للجامعة والحمد لله رب العالمين استشهد في ذهل الوطن في ذهل البلد نتمنى من الله الله يعلي درجاته قدام رب العالمين اشتركوا في القناة